أعلنت وزارة الصحة وفاة 41 شخصاً وإصابة 12 آخرين إثر الحريق الذي وقع في كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة وقال المتحدث باسم الوزارة إن إجمالية عدد الوفيات جاء بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا مشيراً إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظة طيئة الجيزة والقاهرة مشيراً إلى توفر جميع فصائل الأدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين عقب زيارته المصابين أكد وزير الصحة والسكان تقديم سبل الرعاية الصحية كافة للمصابين بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء مشيراً إلى رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات المحيطة بموقع الحادث الحمد لله المصابين في مستشفى باب العام أو في مستشفى العجوزة الحمد لله حالتهم مستقرة جداً والحمد لله احنا بنقدم كافة الرعاية الطبية اللازمة وإن شاء الله نطبع عليهم وأنا نطبع على الأسر بإذن الله علشان يقدروا أنهم ياخدوا زويهم بإذن الله ويخلصوا في خلال الساعات القليلة القادمة بعد تحيات النيابة ترجمة نانسي قنقر